سؤال آخر يقول يقول الله تعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْفَرَ مَنْ تَعْضِ يُظِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ لَا يَخْرِصُونَ يقول السؤال ألا يتعرض هذا مع الشورى وألا يتعرض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة طيب يعني كان يقول إذا تستشير الأكثرية الأكثرية حطونك في ضلالة على باطل يعني يقول وإن تطع أكثر من فرد يضلوك على سبيل الله في ضلالة يضلوك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة فكيف يقول القرآن الأغلبية يضلونك وأمتي لا تجتمع على ضلالة التفسير بسيط أولا المقصود بأمتي ليس كل الأرض بالعكس أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون هي الأقلية في الأرض أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون هي الأقلية في الأرض وألا يتعرض هذا مع الشورى ونافس الشيء الشورى الشورى ليست لكل الأمم الأرض أنت تستشير من في دولتك من في أمتك تستشير سواء كنت تستشير الشعب كله في الانتخاب انتخاب الحاكم أو تستشير من دوبية الشعب أو نقباء الشعب كما هو التعبير الشرعي نقباء الشعب اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثوا لي منكم نقباء لهم البرلمان أو سميهم ما تسميهم فإذن الشورى ليست لشعوب الأرض الذين فيهم من الكفار أكثر من المسلمين وليست خارج دائرة الكيان الإسلامي داخل دائرة الكيان الإسلامي الأغلبية ما داموا متفقين على قال الله وقال الرسول في الجملة حتى لو كان عندهم تقصير حتى لو كان عندهم ضعف في الجملة مدامة هذه الكيان الإسلامي الواحد الذي تحت سلطة واحدة الذي يستحق الشورى فأولا لن يجتمع على ضلالة وثانيا اختياره بالشورى سيكون اختيار الأفضل أفضل من اختيار الفلد أما أن تضعب أكثر من الأرض هذا في العقيدة عموما في الشرك والكفر يعني من سنة الله سبحانه وتعالى أنه غالب الزمن ما عدا يمكن ما عدا فترات قليلة من الزمن غالب الزمن يكون الكفار أكثر من المسلمين طبعا ليس ثابتا في كل الأزمان لما بعث آدم لما خلق آدم عليه السلام أبنائه أبناء 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 استمر الناس مسلمون كلهم مسلمون فإذا لم يكن أكثر من في الأرض الكفار ولا حتى قليل من الكفار كان كل الأرض مسلمون كل الأرض مسلمون إلى أن بدأ الانحراف بعده بأجيال وأجيال هذه واحدة الحاجة الثانية أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ أنه سيأتي زمان يعني يسود فيه الإسلام سيادة كاملة فلن يكون أكثر أهل الأرض كفار لكنه الغالب الغالب أنك أن تطع أكثر من في الأرض لأنه إذا حسبت أكثر إذا حسبت من مر على هذه الأرض على مدى الزمن فسيكون الكفار أكثر من المسلمين الشاهد أنه لا يتعرض مع الشورى ولا يتعرض مع قوله النبي صلى الله عليه وسلم